أصل هذا المنهج غلط أصل هذا المنهج في التاريخ غير صحيح ومثله أيضا أن أنا حتى أثبت أن قبيلة بني أسد قبيلة كلها ممتازة وشيعية ومخلصة أقول شوف مسلم ابن عوسجة أسدي حبيب ابن مظاهر أسدي وهكذا أمثال هؤلاء زين ماذا تصنع في حرم الابن كاهل يقول لك لا حرم الابن كاهل المؤسدي وإنما هذا رجل ما معروف نسبه ألصق ببني أسد لكي يشوه سمعة هذه القبيلة هذا المنهج منهج غير صحيح لا يضر أهل الكوفة المخلصين في ولائهم أن يكون بعض أهل الكوفة خونة لا يضر أهل الحجازي وأهل اليمني إذا كانوا مخلصين لأهل البيت عليهم السلام أن يكون أحد منهم قتل للحسين ما يضر الباقي هذا يحمل ذنبه نفسه ولا يحمل غيره هذا الذنب وكذلك في القبائل نادر ما وجدنا من القبائل صافية لبن كما يقولون كلها على الولاء بنو تميم فيهم مثل الحر الرياحي اللي نتبرك بزيارته ونذهب نقطع مشوار من كربلا إلى زيارته لموقفه وهو تميمي يربوعي رياحي مثل ما شبث ابن ربعي الذي تحدثنا عنه في ليلة مضت أيضا تميمي يربوعي ما يضر هذه الأسرة بحيث تكون بالكامل فاسدة أو لأن واحد فيها أو اثنين أو عشرة زين كانوا أخيار وأطياب تصير هذه الأسرة أسرة طيبة وكاملة ليس كذلك نعم ورد اللعن خصوصا لبعض الأسر لجهة إسقاط النموذج بنو أمية حتى يسقط هذا النموذج ويستثنى من هؤلاء من كان صالحا مثل سعد الخير الذي هو من أصحاب الإمام زين العابدين عليه السلام وهو من بني مروان لكن يراد إسقاط هذا النموذج هذا نموذج مثال في الأمة ينبغي أن يسقط وأما في غير هذه الحالة كما هذا موجود ذاك موجود مراد مذحج مراد فيهم عبد الرحمن بن ملجم المرادي قاتل أمير المؤمنين وفيهم هاني ابن عروى المرادي وهكذا أنت قل أن تجد ذكرنا ربما في ذات مرة العبدي فيهم مارية بنت منقذ العبدي ووالدها منقذ العبدي وهما من خلص أصحاب الإمام أمير المؤمنين وفيهم مرة ابن منقذ العبدي اللي هو قاتل علي الأكبر سلام الله عليه سلام الله عليه شكرا